أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس تكلم البابا اليوم في تعاليمه حول سفر أعمال الرسل حول حلول الروح القدس على التلاميذ المجتمعين في الصلاة حول العزراء يحل الروح عليهم في شكل ريح ونار فيفتح الأبواب المغلقة لتنطلق الكنيسة ويشهد بطرس بقوة الروح القدس للقائم من بين الأموات بلغة جديدة ومختلفة لغة الحقيقة والمحبة التي يستطيع الجميع فهمها وأكد البابا أن الروح القدس هو خالق الشركة وهو فنان المصالحة الذي يزيل الحواجز بين اليهود واليونانيين بين العبيد والأحرار ليشكل الجسد الواحد وليبني جماعة المؤمنين المتناغمة في وحدة الجسم وتعدد الأعضاء واختتم قدسته طالبا من الرب أن يجعلنا نختبر عنصرة جديدة لنعلن كلمته المغيرة ونشهد بقوة محبته التي تحيي كل ما تقابلوه والآن تحييات البابا باللغة الإطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية وقفت بحييات البابا باللغة العربية وخاصة بالقادمين من العراق ومن الأردن ومن الشرق الأوسط إن الروح القدس هو من ينقل باستمرار من العدم إلى الخليقة ومن الفوضى إلى النظام ومن الارتباك إلى الانسجام ومن التشوه إلى الجمال ومن العطيق إلى الجديد ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير وشكرا